ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يقدمها المركز الثقافي في بانياس للتأكيد على أن المواطن السوري قادر على الإبداع رغم كل الظروف وبأن الثقافة السورية مستمرة ولن تقف رغم الحرب على سوريا افتتح المركز معرضاً فنياً للفنان نزار علي بدر المتضمن أعمالاً فنية ومنحوتات من حجر الصافون التي تعرض للمرة الأولى هذا النشاط ذكرى سبع نيسان يعني نشاط بهذه الحجارة المنبسة من هذه الأرض الطيبة دليل أن هذه الأرض التي حملت كل الخير رغم كل هذا الإرهاب الذي جسده هذا المبدع السوري من خلال هذه الحجارة حجارة سوريا الأصيلة هي رسالة حياة نحن في المركز الثقافي العربي في بانياس على الدوام لدينا أنشطة لنؤكد بأننا أيضاً نستطيع أن نبدع في كل الظروف ونستطيع أن نقدم ثقافي تعبر عن قناعاتنا وعن تطلعاتنا إلى الحياة نحن نؤمن بثقافة الحياة وفي هذا الإطار نحن نتابع أنشطتنا حجارة صافون هي الفن الجميل السوري اللي أنا اتشفته عالمياً وانتشر بالكون كلاته جاءت الأبجدية الثانية اللي أقريت وهي حجارة صافون يعني الألاف من الأعمال أو أكثر من 25 ألف عمل شكلت خلال هذه الحرب الكونية على وطني العزيز الأعمال هذه لما ستضمي لكل إنسان عاشق وأحبه وقرأ التاريخ السوري المشرف كما تم عرض فيلم فهيم ضمن المعرض للمخرج محمد إسماعيل الآغة وللكاتب السوري عبدالله عبد وبطولة الفنان غسان مسعود الرسالة كنت ما بطرح أنه الفوارق الطبقية الموجودة يعني في ناس بتحصل يعني متمبول في مثل شعبي الله بيطعم بيعطي الحمص الماء له دراس في ناس ما بتستاهل بتلاقي وصلت إلى القمة والسراء وإلى آخر وفي ناس بتكدوا بتقدح وإلى حتى تطلع لقمة عيشة ورغم ذلك مقهورة الأعمال الفنية في المعرض تلامس ضمير الإنسان الذي عاشق وأحبه وقرأ التاريخ السوري المشرف ليوجه رسالة للعالم أجمع بأن سوريا لن تسقط ولن تموت وستبقى حاضرة بأبجديتها وحضارتها